زي النهاردة من 21 سنة احتفل النوبيين بافتتاح المتحف النوبي في أسوان اللي أنشأتهم من اليونسكو لعرض تاريخ النوبة العريقة لكن الأيام دي الذكرى بتتزامن مع حالة من الاستياء بسبب مشكلة تخص التاريخ برضو وهي عرض فيلم في مؤتمر شباب العالم بحضور الرئيس في تلميح أن النوبيين جمعوا من السودان وده أدى لإصدار نشاطاء نوبيين بيان يطالب الاعتذار خلينا نشوف التقرير ونرجع نبدأ النقاش في الذكرى الحادية والعشرين لافتتاح متحف النوبة الذي يضم بين جدرانه ألاف الأعوام من التاريخ النوبي العريق في مصر وقعت شخصيات النوبية قبل أيام بيانا يعترض على معتبروه إساءة بحقهم في مؤتمر الشباب الأخير أمام آلاف المدعوين من أنحاء العالم وبحضور الرئيس السيسي أذاع المنظمون فيلما تتجول بطلته في أنحاء مصر لكن خلال زيارتها لإحدى الأسر النوبية جرى اقتطاع تصريح من سياقه حيث قال رب الأسر أنهم في الأساس من السودان وأنهم قد توطنوا في مصر الموقعون على البيان رأوا هذه العبارة تحتوي على إساءات بالغة في حق التاريخ النوبي حيث شكل النوبيون جزءا أصيلا من النسيج المصري طيلة ألاف السنين كما كانت هناك أسر فرعونية كاملة من النوبيين ووصف الموقعون أن ما حدث يعتبر تمييزا عنصريا ضدهم وتعد الواقعة حلقة في سلسلة متصلة فعلى الرغم من اعتراف دستور 2014 للمرة الأولى بالحقوق التاريخية للنوبيين وإلزام الدولة ببدء إجراءات تنفيذ حق العودة في غضون عشر سنوات لأن الحكومة قد عرقلت تنفيذ هذا التعهد بإجراءات عدة أبرزها توسيع المنطقة الحدودية الجنوبية لتشمل أراضي النوبة ويشكو النوبيون على مدار عقود طويلة من نزع ملكية أراضيهم منذ بناء خزان أسوان ثم بناء السد العالي وحرمانهم من الاستقرار على ضفاف بحيرة السد كما واجهوا التهميش الثقافي والتمييز وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عشرات الناشطين النوبيين العام الماضي بعد تنظيمهم وقفة سلمية بالدفوف لتأكيد على حقوقهم منهم الناشط جمال سرور والذي توفي في سجن أسوان بسبب الإهمال الطبي ولم تحقق السلطات في الواقعة حتى الآن ومن اللافت أنه على الرغم من سنوات الغربة وشتات النوبيين داخل وخارج مصر إلا أن معظمهم مازال متمسكا بمظاهر الهوية النوبية المميزة سواء في المناسبات الاجتماعية أو من خلال مبادرات شبابية تكافح للظهور رغم كل المعوقات ينضم إلينا في الستوديو دكتور تامر سالم أستاذ زائر بمركز دراسات شرق الأوسط بجماعة أكسفورد وعضو رئيس المجلس النوبي بمصر والسودان في بريطانيا أهلا بك معايا دكتور شرفتنا أهلا بحضرتك أفنين أهلا يا فندم شرفتنا خلينا نبتدي من المشكلة الأخيرة والتي تطرق لها التقرير اللي احنا عرضناه هو الفيلم اللي تم إذعته في منتدى شباب العالم إيه الأثار السياكم تحديدا في الفيلم والله هو الفيلم يعتبر يعني فلاش باك اللي احنا هناخد الأحداث من الأخير إنما هو مسلسل للتهميش الحكومات المتعقبة للنوبيين لأن حضرتك الموضوع ده مش وليد اللحظة يعني الإساءات دي التكررت بشكل يعني سافر جدا وكان بس هو يعتبر الحاجة الأخيرة دي كانت اللي هي يعني زي ما يقول القشة التي قسمت ظهر البعير وخلتنا فعلا في حالة من الغضب وحالة يعني أن احنا يعني شعارين أن احنا أصبحنا في وضع اضطهاد مش بس مجرد إساءات عنصرية الإساءات عنصرية دي بنتعرض من أيام عبد الناصر لما حصل التهجير وكنا بنسمع من أهلينا مثلا وجدتي والناس دي إن هما كانوا بيتعرضوا إزاي إن هما بعد ما تهجروا كان بيتم يعني الإساءالين في الشوارع يعني ما كانش فيه توعية إعلامية وللمواطن مصري العادي إن الناس دي ضحط عشان مصر لا دا كان فيه عنصرية وكلام يعني طبعا احترام البرنامج لا أقوله لكن كلام في منتهى العنصرية وإساءات تسمحها من أهلك وناسك إلا كانوا تهجروا وراحوا للمدينة سواء القاهرة أو اسكندرية أو إسماعيلية أو تسمع الكلام أقل ما يوصف فيه به إنه إساءات عنصرية ده أقل شيء أنت تقصد إساءات عنصرية من الناس من مجتمع عادي؟ من الناس من مجتمع لإنه ما كانش فيه توعية إعلامية إن الناس دي ضحط والناس دي تهجرت وثابت أرضيها وثابت بيوتها عشان خاطر يكون فيه السد العالي عشان خاطر مصر تكون تنعم بالميات والعام وتنعم بالكهرباء اللي هما كانوا بيعانوا إن القهراءة لما بتقطع بيشعروا إن الحاجة دي حاجة مهمة طيب إنتوا بفتكرتوش الناس دي ضحي تقدي إيه عشان البلد دي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل هذا هو رد الجميل؟ إنه يتم دايماً وأبداً الإساءة لهم بهذا الشكل؟ وطبعاً الناس دي صبورة جداً عندها كم صبر يعني هم معروفين إنهما في مصر أكتر ناس صبرت وتعاملت هما اللبيين فمعنى إن إحنا نوصل للمرحلة دي معنى إن البلد في خطر البعض بيقول إنه مش شرط يكون اللي حطوا الجملة دي في الفيلم اللي تم عرضه يقصدوا الإساءة ولا إن كانت الإساءة مبيتة ممكن يكون هو فعلاً كان بيحاول يثبت وجهة نظره إن مصر فيها تجانس مبيل الجميع وحط الجملة دي لإثبات وجهة نظره فقط لغير حضرتك إذن يتم التحقيق مع اللجنة التي أعدت هذا الشيء لأن هذا الشيء عالمي وبيعرض أمام مؤتمر شباب الدنيا كلها جاي بالدنيا كلها على حساب الشعب جاي بالدنيا كلها تتفرج وجاي يتفرجهم عن النبيين وتقولهم من دول جايين من السودان يعني أنت مش معترف بينا حتى حق المواطنة الأساسي إن أنا كمواطن مصري أنت مش معترف بيه وتحت سمع وبصر الرئيس اللي هو رئيس البلد لا إذن الموضوع كان في نية مبيتة وفي رسالة مقصودة توصل للنبيين إن إحنا بنقول عايزين تفعيل الدستور وعايزين تفعيل المادة 236 اللي هي بتضمن لنا العودة خلال عشر سنوات ومر منهم ستة أو سبع سنوات للحين ما حصلش شيء إلا أن الموضوع بتزداد سوءا زي ما حضرتك ذكرتي أو التقرير ذكر من قبل لو ضع بتزداد سوءا قرار جمهوري 3 أربعات تخوم ترسيم الحدود بيقطع 20 كيلو من جنوب مصر اللي هو المفروض إن فيه مادة في الدستور بتقول إن إحنا هنرجع للأماكن دي بقت مناطق عسكرية مناطق عسكرية يعني أنت مش هتدخل هنا وكمان جايب لي الرسالة دي بتقول لي أنت جامل السودان يعني أرضيك الأصلية السودان أنت مش معترف بي أنت بتطردني من بلدي أنت غير مقر بي كمواطن مصري وده طبعا هيكون رد لي رد فعل يعني أنت متوقعش إن إحنا الناس دي صبرة 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 وإن هي مش هيوصل لها مرحلة إن هي هتنفجر لا هيحصل هيحصل وإذا لم يتم الالتزام بالتعهد الدستوري اللي هما طبعا دلوقتي بيحضروا الأشياء تانية أنه هو يتم تعديل الدستور ولجمة حماية الدستور وكلام طبعا في منتهى النفاق السياسي وحطي تحت النفاق السياسي دي متخط تمام عشان خاطر بعد كده يتم اتخاذ نحن عزر التمديد فترات الرئاسة واتخاذنا بعد كده عزر إن إحنا يتم تعديل الدستور دكتور تامر اسمح لي يعني في ناس كتير بتتساءل أي مشاكل النبيين حاليا تم تهجيرهم بشكل قصري من مناطقهم زي ما أنت ما بتقول اعتبرتوها تضحية وطنية والكثير اعتبرها تضحية وطنية مش أنتم بس لكن خلاص يعني استوطنتم في أماكن تانية وبقاليكم أماكن أخرى وحتى الجير اللي حضرت التهجير دو يعني جدة حضرتك اللي حضرته وخلاص الجيل دو أنتم جيل جديد شباب جديد ليه مصرين ترجعوا للمناطق اللي دين حضرتك إحنا حملنا مقاسل الأباء والأجتاد لأن الناس دي لما حكت لنا قدرنا قد إيه المعاناة اللي هم معانوها وفي نفس الوقت مش لقين أن الأنظمة المتتابعة دي يعطيتهم أي تقدير بل بالعكس بتهنهم بل بالعكس يعني حاجات المفروض يحسب عليها لما ضابط فاسد المفروض أنه معروف بتجارة المخدرات يقوم بإمداد سلاح لناس عشان خاطر يحصل شيء بخناقة بين النبيين وبين الهليلة فبالتالي يعملوا عليها شوء إعلامي إنها يحصل حرب أهلية والضابط دا ليه حاسب الضابط تاني مباراة ما بين الهلال وده نادي في أسوان يقول بشتم النبيين بشتائم عنصرية علنية ولا يهتموا ما حاسبته إذن إنت إنت وإيه مشاكلكم تحديدا دكتور تابر؟ مشاكلتنا إن إحنا عايزين نرجع أراضينا الكلام اللي حوالي من ستين سنة بنتكلم فيه عندنا أرض بتاعتنا عايزين نرجع لها وحتى دلوقتي كمان منسوبة يعني قل بعد بناء سد النهضة ففي مجال أنت ترجع الناس دي بسهولة لأرضيها وفيه كمان جزئية تانية إنت كان ممكن أصلا السد العالي بس هما قصدين تهجير النبيين كان ممكن يتعمل في مكان تاني بحيث يتجنب تهجير هذا العدد أو على الأقل هجرني بس خليني برضو على البحيرة تمام؟ دلوقتي أنت الآن مني بتقول إن أنا لأ أصلا إنت ممكن تنفصل وممكن 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 وأنا أصلا مصر أنفصل عن مصر إزاي؟ ده كلمة مصر في اللغة النوبية معناها قرة العين يعني إحنا أصلا مصر وإحنا أساس مصر ويمكن جعلنا احتلال تركي وجعلنا الألبان من أيام محمد علي وجعلنا الاحتلال الفرنسي وكل دول تعايشنا معهم ولكن معروف أن النوبين هم أصلا مصر وهم المصريين الحقيقيين حتى كل المهتمين بالدراسات ومنها يعني حتى مدحف النوبة اللي إحنا اليوم بنحتفل بذكرى افتتاح هو جاب 5% بس من تاريخ النوبة إن معظم الأثار أغرقت عن عمد وليونيسكو مدهم بمبالغ رهيبة جدا المبالغ ديت لم يتم يعني إنقاذ قليل من أثار النوبة وفتح مدحف النوبة طب كلمنا كلمنا برضو أيضا على الجانب الثقافي يعني زي ما أنتم بتقول حق العودة أيضا بتكلموا ليه لا يتم تدريس اللغة النوبية مثلا في المدارس ليه الحكومة دايما حريصة على طمس الهوية النوبية وبهذا الشكل واخد بالك إن هي يطلع قرار زي 3-4ات ويطلع عدة أشياء دايما إن هي تعمل على طمس الهوية النوبية وضرب التركيبة السكانية في أسوان يعني معروف أن أسوان أرض النوبة وفيها معظم سكانها نوبيين يتم مثلا منح أولوية لغير النوبين في بعض الوظائف تمام يتم إعطاءهم سكن واخد بالك ليستقروا في هذه المناطق عن عمد إذن الحكومة إنت عايز تضرب التركيبة السكانية ديت ومش عايزهم يكون أبلغ أغلبية في هذا المكان لأنك خايف ليه حضرتك متوقع السيناريو هدي من الحكومة ومن المسؤولين لأنهم دايما لازم عندهم فزاعة كده دايما نقولك لانفصال أنفصل عن مصر إزاي أنا أصل مصر يعني إزاي أنفصل عن مصر دايحنا حارسين على مصر أكتر من النظام نفسه أكتر من الأنظمة السابقة كنا أكتر حسر وكنا أكتر تضحية وفي نفس الوقت لم نلاقي من هذه الأنظمة أي شيء سوى زي ما تحضرتك شفت الإهمال وأحكي لحضرتك عن الإهمال من ناحية الأمنية ومن ناحية الصحية من ناحية تير جدا حتى شبكة الطرق يعني لو حكيت مع حضرتك طريق زي طريق الموتر في خلال الفترة فتت 45 حالة وفاة طريق ما مش مناور غير مثلا 8 عمدان وعمودين بس مناورين ده بس على المستوى الصحي حد سوى حرج على المستوى الأمني القرية اللي أنا منها مثلا مثلا قرية جورتة النوبية دي تناولها الأستاذ وائل الإبراشي بشكل متحيز وسافر إنه جاب إن النبيين بيعتدوا على ناس صعيدة جايين عندهم في حين إن دي ناس جاي بتسرق فمن كتر ما الناس في القرية عندي بقوا يسلموا الناس للشرطة والشرطة تسيبهم راحوا عاملين إيه جابوا حرامي منهم أو لس منهم وقالوا هنخليه عبرة فصوروا بالفيديو بتاع حتى الحرامي ده قال أنا والله ما هاجي عندكم تاني ومشي جيوا الإبراشي صورها بشكل سافر وإن النبيين بيعتدوا على الناس وإنه 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 وتم القبض على الشباب طب انت بتحمينيش انت حتى لما جاي أحمي نفسي بتيجي تمشيك الشباب اللي هي بتحاول تدفع عن نفسها يعني أنت عايز النبيين دول مستباحين إزاي طب البعض دكتور تامر بيتخوف من تدويل القضية وبيقول أن النبيين عايزين يدولوا القضية وأن يعني فيه خطر من تدويل القضية وإلى آخره هل أنتوا فعلا بثلاثة أو لتدويل القضية حضرتك موضوع التدويل ده موضوع قديم وكان قدامنا من زمان إلى الآن بيعرض علينا منظمات زي منظمة الأقليات زي جلنا اتصال مباشر عن طريق طبعا إحنا هنا ما عملنا المجلس النوبي لمصر السوداني في بريطانيا ده بحكمة زي دي ونية بنعد مع بعض مع أهلنا النوبيين اللي في السودان لأن إحنا في قربة فبنتقرب لأن عندنا نفس اللغة تمام ونفس العادات ونفس التقاليد فبنعمر عددنا نتناقش فهما عندهم من أيام سد كشبار كان عندهم مشكلة كبيرة جدا وصلت للورد ستون هنا في بريطانيا فبالتالي بعد هذه المشكلة أصبح الملف النوبي السوداني موجود عند اللورد ستون فالنهاردة بعد المشكلات الأخيرة دي جالنا إختار من إخواننا السودانيين وبين السودانيين إن الملف بتاعكم هيكون موجود على مكتب اللورد ستون وكمان آدي تلفون ميسيس كارول مديرة المكتب فأي وقت اتصلوا عليه إذن إحنا لو إحنا عايزين نعمل كده هنعمل إحنا محناش عجزين إحنا لما إحنا عشان طيبين بقى إحنا محناش سزج ولكن إحنا حريصين على البلد دي أكتر من القائمين عليها اللي هم بيسئولنا ومش وعمرنا عمرنا ما حننفصل عن مصر دي الموضوع وما فيش تدويل القضية يعني كل الكلام أنا فتح حظيتك لإشي إحنا نقدر والموضوع ده جائز بس إحنا بنحظر بنقول إن فاضل 3-4 سنين على الوعد الدستوري بالتنفيذ وبدل ما بنشوف التنفيذ الوعد الدستورية بنجد قرار زي طب أنت زي ما قلت مدام تنت 36 المفروض أن ترجعوا فعلا خلال 10 سنوات خلال 10 سنوات مرة 6-7 سنين الآن ولا شيء الأوضاع بتزدد هل المسؤولين توصلوا معاكم بأي حال من الأحوال هل عرفتوا إيه من حصل فيه 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 حاجات فيه حاجات يمكن الخطوات بتتم ويتم فعلا عادة توطين في خلال 4 سنين لا لا عادة توطين بس هو الرافض إن هو يدخلك الأراضي بتاعتك الأصلية اللي أنت عايزة اللي أنت ده حنينك إن أنت تنزع كذلك أنا لما شفت جديتني وهي بتبكي على مجرد خبور الأباء والأجداد يعني أنت عشان تنتزع هذا الشخص من جذوره وتحطه في مكان صحراوي بعد ما هو قاعد عن نيل ويوم ما بيتعشاش مثلا بيتعشى سمك ده يوم ما بيتعشاش انت فهمه عنده حظيرته اللي تعرف يا معانا إيه حظيرة بالنسبة لشخص يعني مزارع عنده أرضه تنزعه من أرضه عن نيل وتروح تحطه في منطقة صحراوية وفي النهاية لن تتقدره ولا شيء ولو سمعت تسمع مقاسي رهيبة فيه جيل يعني فيه جيل يعني سنة من هذا جيل التهجير سنة الأطفال الرضع نفسهم ماتوا فيها من قسوة التهجير القسوة التي تتحملت وأنهم حملوا الناس في سفن بشكل يعني غير آدمي بالمرة تمام والدنيا كلها والمؤسسات الدولية كلها تكلمت عن النوبل لأنها تعرف الحضارة النوبية وتعرف أكتر من من الأسف أن التعليم عننا ما بيوضحش الحضارة النوبية في كوانب كتير يعني وانت تتكلم عن ذكرى في تتاح المتحف النوبة أنا بقول لك وفيه 5% فقط ما تكلموش عن الأسرة 18 المارك بخانعي والمارك ريناس اللي حاكموا مصر في وقت الميلاد يعني 10 سنين قبل الميلاد وأربع سنين بعد الميلاد كانت النوبة هي اللي بتحكم مصر كل ده مش مربع الأسرة 24 فيه حلقات كتير مفقودة عن عمد لذلك كان فيه كتاب بتاع دكتور هيرمن بيل اللي هو الفردوس المفقود بيذكر كل هذه الجوانب وكان عايز يتعاون مع أعوذات الأسر أن يتم تدريس هذا الكلام في مصر ولكن فيه عمد في تمس الهوية النوبية وأن يتجنبوا الحديث عن النوبة أصل مصر وهذا الكلام وأن أنت أنا مصري عادي أوكي بس ما تجيش كمان تعمل الحاجات دي وتحسسني أن أنا مواطن درجة تانية وكأنك أنت بتمنى علي بالجنسية المصرية وأنا اللي ضحيت عشان مصر جيش أن أنت حق حق المواطن تحسسني أننا مواطن درجة تانية طيب وانت في المجلس النوبي بمصر والسودان وحضرتك في بريطانيا هل بتتواصلوا مع أهلكم في النوبة في مصر هل بتقدموا لهم أي نوع من أنواع المساعدات والخدمات والله المساعدات اللي نقدر نعملها هي المساعدات المادية اللي هو العادي أنت بتكفل أهلك وناسك لا في حالة نومة وفي عندنا الحمد لله 40 جزئية كبيرة جدا أننا مجتمع النوبي مش حولك ما فيه محتاج عندنا دعم أن ما فيه نوبي يكون في حالة عوز دي في كل الروابط النوبية في الكويت في السعودية في فرنسا في المملكة المتحدة في أمريكا أي أن كان في روابط زي مثلا المولايات المتحدة وجهت رسالات للسفارات وكم وجهنا رسالات للسفارات أنا وجهت رسالات شخصية وعن طريقة الاتحاد النوبي في الكويت السعودية كل دي السفارة المصرية على فكرة في أوقات السفارة المصرية بتبعت لي أخطب الجمعة في المركز السقافي في أوقات وجهت رسالات للسفارات وجهنا رسالات للسفارات كلها أبرزها كانت الربطة النوبية في الولايات المتحدة طلبت صراحة من النظام المصري أنه يخرج النوبي من حساباته الخطيئة تمام لأنك أنت عشان خطر تولع للسفارات المصرية كان ساعة أحداث الدبودية والعليلة اللي هو الناس المحبوسة دلوقتي وواخد أحكام ظلمة على أن فتنة أشعلتها جهات معينة عشان خطر تعمل شو معين أن في حرب أهلية لأسباب سياسية أخرى بعد كده اتضحت نفس الحكاية اللي بيعملوا النهاردة والفيلم وتوجيه الرسالة دي لا الرسالة معنية وإحنا فاهمين الرسالة دي وإحنا بنرد عليها بنقول أن إحنا هنا فيه فعلا إحنا لو فعنا لو عايزين دول حندول ولكن إحنا حريصين على مصر أكتر منك لذلك حنصبور وحنشوف الوعد الدستوري ده دكتور تامر من وجهة نظرك أي دور الدولة أي اللي تقدر المفروض واللي تقدر والأنتم متوقعين أن الدولة تعملوا في الفترة الحالية والله اللي إحنا متوقعين وأنه يتفي بالحاجات يعني مثلا السيسي لما راح في مؤتمر الشباب في أسوال بعد وقفت الشباب عشان فرقوندي وحاجة اسمه مشروع الريف المصري اللي كان هيقططع جزء من أراضي العودة وأراضي النوبيين وبعد كده انتزعت من 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 مشروع الريف المصري وقال وحيندي مثلا للنوبيين كل واحد خمس فندين وبيت فين الموضوع ده كيد التنفيذ ده واحد نحية تانية الدستور بيقول لك مادة المتين ستة واتتين إعادة النوبيين خلال عشر سنين الفترة عدت وانت مرجعتناش وفي نفس الوقت مطلع قرار ثلاث أربعات بيناقد الدستور انت بتناقد الدستور وفي نفس الوقت عامل لجنة دلوقتي لحماية الدستور لأسباب تانية خالص طبعا احنا عارفينها وعارفين يعني الرسالة بي بتوجه ليه وردين عليها احنا نستطيع التدويل ولكن احنا حرصين على مصر أكتر من النظام اللي بيسيء لنا دي الرسالة في رأيك بعيدا عن الدولة ايه اللي يقدر المجتمع يعمله ايه اللي يقدر تعمله مثلا المسؤولين عن السينما وعن الدراما في مصر في توعية بالقضايا النوبية زي ما حضرتك بتقول ما حضرتك التوعية ان الناس دي هم أصل مصر وان الناس دي اكتر نصد ضحط لمصر واحنا مش محتاجين حد يعرف عننا الحمد لله الحضارة النوبية معروفة على مستوى العالم وكل المؤرقين وكل العلماء في هذا الأمر يعلم من هم النوبين ومن هي الحضارة النوبية تمام وان هي أصل مصر وقصر الحضارة الفرعونية فده شيء احنا مش هنجدل فيه ولكن التعريف بهذا الأمر طب تعاونوا كتاب زي الفردوس المفقود بتاع دكتور هيرمان بيل ليه ما تتعاونش وزارة الأسر وزارة التعليم ويتم التوعية ويتم يعني فتح عيون الناس على ان معرفة الناس دي اكتر ناس ضحط عشان ما سقول الناس دي هم أصل مصر مش يتم الإساءة لنا والمجتمع أهل مصر ايه المطالب منها المجتمع والناس كلها عارفة انه بيين حمد للرب معروفين حمد للرب بالوادعة والسلام وانحنا ما بندخلش في صراعات شوفنا صراعات ما بين دون احنا على مسافة واحدة من كل المصريين وما بنجيش على طرف ضد طرف لان احنا ده طبعينا الحمد لله ما بندخلش في صراعات ولكن حينما تتم الإساءة إلينا لهذا الشكل فاحنا لازم يكون لنا ايضا رسالة نوجهها للنظام تمام ان احنا الإهانات بلغت خلاص يعني الحلقوم واحنا اصبحنا في قمة الغضب وانتو لازم تحتوى هذا الغضب على الاقل باعتذار او بتحقيق اللجنة اللي هي نظامة المؤتمر دو يتحقق معها ازاي حاجة زي كده دي إساءة لفئة من فئات الشعب المصري ما يتحققاش معهم ليه تمام الإساءات اللي حصلت قبل كده سواء من الضابط الفاس اللي ما تحققاش معها أو الضابط التاني لأساءل النوبين في المباراة الناس دي تحاسب مش هتحاسبني مش هتحاسب الناس دي يبقى ما تلومنيش ان انا بعد ثلاث سنين لما انت ما تفعلش الدستور وما توفيش بهذا التعهد هيكون ليه تصرف اخر وما تلومنيش عليها لان انت لأكبرتين على كده احنا بنشكرك شكرا لك دكتور تامر سالم استاذ زائر بمركز دراسات الشرق الاوسط بجامعة اوكسفورد ورئيس المجلس النوبي من مصر والسودان في بريطانيا شرفتنا يا دكتور تامر جزاك الله كلك مشكورك